تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة لقداسة البابا طوادروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباد بمناسبة عيد الميلاد المجيد وخلال زيارة لمقار الكاتدرائية المرقصية بالعباسية أعرب مدبولي عن تقديره لمواقف البابا من أجل وحدة وتمسك الشعب المصري خاصة وقت التحديات والأزمات ومن جهته أشار البابا طوادروس إلى أنه رغم كل التحديات والأزمات ورغم بيانات وأرقام المسؤولين والاقتصاديين فإن لديه ثقة بأن يد الله ترعى مصر